السلام عليكم لا بد من معرفة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها دولة عثمانية تلك الدولة التي كانت فلسطين إحدى الأقاليم المهمة التابعة لها ولا بد لكل منصف أن يعترف أن العثمانيين قد حافظوا على عروبة فلسطين كبلد إسلامي يتبع دولة الإسلامية العثمانية لمدة 400 عام منذ دخولها عام 1517 حتى سقوطها بيد الإنجليز عام 1918 وبقيت الدولة العثمانية دولة قوية مهابة الجانب تتحدى الدولة الاستعمارية الطامعة حتى قدر لها في نهاية القرن التاسع عشر أن ترزأ بسلاطين مستهترين ضعاف همهم الملذات والترف والمجون فانصرفوا عن متابعة شؤون الحكم وأصبحوا أسرى قصورهم ووقعوا تحت تأثير معضياتهم من الحريم والمستشارين الفاسدين المرتشين مما أدى إلى ضعف الدولة وطمع الطامعين من الدول الاستعمارية بها تلك الدول التي استغلت تلك الأوضاع الفاسدة وأخذت التدخل في شؤون الدولة الداخلية عن طريق قناصلها واستطاعت تلك الدول الحصول على امتيازات للتدخل في الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية ففرضت العديد من الدول الاستعمارية وصايتها على طوائف والأقليات واعتبرت نفسها حامية حما تلك الأقليات وأخذت تحييك المؤامرات لنخرج اسم الدولة التي أوشكت على السقوط في نهاية القرن التاسع عشر والتي أصبحت تسمى بالرجل المريض الذي لم يكن يبقيه في آخر الأمر على قيد الحياة إلا صراع الدول الاستعمارية على اقتسام تركته وحرص كل منها على الاستيلاء عن النصيب الأكبر من الأقاليم التي كانت تطمع في الاستيلاء عليها ولا نريد استعراض أحوال الدولة العثمانية بالتفصيل فليس ذلك موضوع الكتاب ولكن إلقاء صورة سريعة على حياة عدد من السلاطين المتأخرين يوضح لنا الواقع المفجع الذي كانت تعيش فيه الدولة العثمانية والتي لم ينفعها وصول السلطان عبد الحميد الثاني إلى الحكم لأن الأوان كان قد فات وكان المرض قد استشرى لدرجة أن الجهود الجبارة التي بذلها السلطان لإنقاذ الدولة قد باءت بالفشل ففي عهد السلطان عبد العزيز الذي بدأ حكمه سنة 1861 حتى 1876 بدأت بوادر الانحلال تدب في جسد الدولة وبالرغم من الإصلاحات العظيمة التي قام بها فؤاد باشا وعلي باشا الصدرين الأعظمين والوزيرين المشهورين في التاريخ العثماني ولكن وفات هذين الرجلين في العام 1871 وقد كانا رجلي دولة فعلا أحدثت تغييرا كاملا في سياسة تركيا الخارجية والداخلية وبموتهما تحرر عبد العزيز من الوصاية عليه وأن دفع وراء ملذاته بهوس جنوني وما عتم الأمر أن أخذ الهمس يدور بين أفراد حاشيته عما كان السفراء الأجانب وحدهم قد أعلنوه في رسائلهم الخاصة وهو إن السلطان قد بدأ يفقد عقله فكي يبعد الضجر عنه أخذ يلجأ إلى نوع من اللهو الغريب الشاذ فمن أدوات المائدة المكونة من الذهب الخالص والمرصعة بالحجارة الكريمة والتي قام بصنعها أحد أمهر الصاغة الباريسيين وتكاثرت في أقاليم السلطان عبد العزيز الأوروبية الجمعيات السرية التي كان يديرها القناصل الروس وتمولها السفارة الروسية في القسطنطينية وفي عام 1875 ونتيجة للتبذير والإسراف الجنونيين الذين درج عليهم السلطان أصبحت خزينة الدولة في حالة يرثى لها مما اضطر السلطان إلى أن يصار حدائنه الأوروبيين بأن وضعه لا يسمح له بدفع ما يترتب عليه تجاههم وقد أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج في كل البلدان وحدث صباح يوم في بالاتا أنفوج عبد الحميد بسماعه أحد الصيارفة اليونان يروي بكثير من اللامبالاه كيف أن عبد العزيز باع حقوقه بالسيادة على مصر مقابل بعض المبالغ التي كفى لها له صيارفة الخديوي الأرمن وأصبح الوضع الاقتصادي كالوضع السياسي الداخلي مصدر تذمر للمواطنين الذين بتأوا يطالبون بالإصلاح والحريات بل أصبحوا يطالبون بدستور جديد للدولة على شاكلة الدستير الأوروبية ولم تكن مثل هذه المطالب معروفة فيما بين الرعاية العثمانيين الأتراك بل الأصح أنها لم تكن تظهر كمطالب علنية وقد كتب سفير إنجلترا السيد هنري إليت إلى حكومته عن هذا الأمر في ربيع عام 1876 قائلاً ابتداء من البشوات حتى الحمالين في الشوارع وربابنة الزوارق في البسفور لم يعود أحد يخشى من إبداء رأيه فكلمة دستور على كل شفة ولسان وإذا رفض السلطان أن يحقق شيئاً لشعبه فإن محاولة عزله تبدو أمراً محتوماً انتهى الاقتباس ولم تكن الأحوال في الأقاليم بأحسن مما عليه في تركيا نفسها فبدأت الثورة في البوسنة وانفجرت المشاكل في صربيا والجبل الأسود وقامت مذابح بين المسلمين والأرمن وكل هذا كان يتيح للدول الأجنبية التدخل في شؤون الدولة تحت مباررات مختلفة ففي صربيا والجبل الأسود هرعت جموع المتطوعين لمساندة ثائر بوسنة وفي سالونيك أدى انفجار تعصب الإسلامي إلى ذبح قنصلي فرنسا وألمانيا فبرزت في ربيع تلك السنة بين قوسين خضية الشرق أكثر من أي يوم مضى وأصبحت موضع اهتمام كل المحافل الأوروبية فانبرى أباطرة النمسا وألمانيا وروسيا إلى الاحتجاج العلاني على السلطان لأنه لم ينفذ الإصلاحات التي وعد بها منذ أمد طويل وحذروه بأنه إن لم يقم بتعهداته فسيجدون أنفسهم مضطرين لتدخل من أجل حماية رعاياهم المسيحيين ولم يكن الإصلاح الذي يطلبون سوى إصدار التشريعات التي تتيح لهم مزيدا من التدخل في شؤون الدولة الداخلية وخوفا من اندلاع نار الثورة استدعى السلطان مدحد باشا إليه لكن هذا الأخير كان قد غادر العاصمة منذ ثمانية أيام اعتقادا منه بأن أي عمل إصلاحي لن يتم طالما أن عبدالعزيز متربع على العرش ولما وجد السلطان نفسه غير جدير بمجابهة الأزمة انزوى في حرمه ليقضي الليالي والقسم الأكبر من النهار بين ذراعي شركسية في السابعة عشر من عمرها فقد سلبت هذه الشركسية لبه وسيطرت على عقله الضعيف لدرجة جعلته يصرف عليها كما قيل ما يقارب المليون ليرة تركية لإرضاء نزواتها ولما لم يعد هناك حل سواء قالته قصد مدحة باشا ولي العهد الذي كان يعيش عمليا كأسير في كوناقة خارج العاصمة وكان مدحة باشا مشكوكا في حسنينيته وفي أنه كان يعمل للمصلحة العامة وليس لمصلحته الشخصية بل كان متهما بأنه يعمل بالتعاون مع الدول الأجنبية الاستعمارية وبالرغم من المبررات القوية التي تستدعي إبعاد السلطان عبد العزيز والذي اتهم مدحة باشا بقتله بعد ذلك إلا أن ولي العهد الأمير مراد لم يكن أحسن حالا من عبد العزيز الذي كان مدمنا للشامبخانيا والخمور مما جعله في حالة نفسية وعقلية لا تؤهله للقيام بأعباء الحكم وأن الأمير مراد الذي قدمه مدحة باشا وحزبه إلى العالم تحت اسم مراد المصلح والمثال لكل الفضائل لم يكن فيه شيء من الشباب المملؤ حمية والذي تبنى بحماس وتفهم أثناء سفره إلى أوروبا كل شعارات ديمقراطية فالحياة التي عاشها في خلوته قد أفسدت صحته لأن ما كان معتبرا عنده بمثابة ميل في النفس قد أصبح آفة متأصلة فإدمانه المفرط على شرب الشامبانيا ممزوجة بالكونياك قد جعله في أسوأ حال صحيا وأدبيا وسواء مات عبد العزيز انتحارا أم قتلا فإن موته جعل خلفه يشعر بالمصيبة تحدق به إذ أخذ هذا تعيس مضطرب العقل ينظر إلى نفسه كأنه هو قاتل عمه وأصبحت حالته مخيفة مرعبة مما حمل مدحة باشا بناء على إلحاح سلطانة الوالدة الجديدة على أن يستدعي له من فيينا أخصائيا معروفا بالأمراض العصبية وكان عبد الحميد منذ عدة أشهر قد زاد اهتمامه بصحة أخيه مراد ذلك لأنه علم أن الأطباء حكموا بأنهم مصاب بمرض عصبي وراثي قد تفاقم بسبب إفراطه في تناول المنبهات كما علم بأن كل صدمة وكل تأثير مفاجئ قد يعرضان للشؤم عقله المختل التوازن وظهور السلطان الجديد في ذلك الصباح أكد هذا الحدث أكثر فأكثر لأنه أثار الشفقة عليه عندما دخل إلى قاعة الاجتماعات في وزارة الحربية ليس مصحوبا بمتحة باشا بل مستندا إليه فالأمير الذي أعلن عند تسلمه العرش عند بزوغ فجر جديد تقدم ليستقبل وزراءه بخطا مرتجة ومن شدة ارتعاشه بالكاد استطاع الإمساك بسيفه وعندما أدى اليمين التقليدية كان صوته تقريبا غير مفهوم وقد حدثت أحداث داخلية جعلت السلطان الجديد يفقد ما تبقى من عقله فعندما توفيت محظية عبد العزيز الشركسية بعد انتحاره أو قتله مشى وراء عشها حتى مقبرة ساكيتاري مع حشد ضخم من الناس ولم يكن موت هذه المحظية سوى بداية مآس متلاحقة فشقيقها الضابط الشركسي الشاب الذي اشتهر بدقة تصويبه للمسدس تأثر لما لحقه من إهانة وصمم على الانتقام من وزير الحربية فبعد أن أصبح كالمجنون لكثرة ما استنشق من حشيشة الكيف تسلح بأربعة مسدسات أخفى اثنين منهما في جزمته واثنين تحت زناره وانقض على اجتماع لمجلس الوزراء وبطلقتين اثنتين قتل وزير الحربية ووزير الخارجية ولما حاول بقية الحضور انتزاع أسلحته سرع الواحد تلو الآخر ولم يستطع السيطرة على أعصابه إلا بعد أن قتل سبعة أشخاص وجرح ثمانية وعندما شنق أمام جمع الغفير بقي حتى آخر لحظة مالكا زمام نفسه مؤكدا بأنه لا شرك له وأنه أراد فقط الانتقام من وزير الحربية لكن هذا العمل المنفارد الذي قام به شاب متعصب كان بمثابة رصاصة الرحمة للعهد الجديد لأنه على أثره فقد السلطان مراد كامل قواه العقلية فعندما وصل الدكتور ليدرسدروف من فيينا كان طبيب مراد الخاص ومدير مصاحة المجانين في القسطنطينية قد أعلن بأن مرض السلطان غير قابل للشفاء ومع ذلك فالدكتور ليدرسدروف لم يشاطرهم الرأي إذ حكم بأنه مصاب بداء الغول المزمن الناتج أصلا عن تناول الكحول وقد ازداد خطورة بسبب سلسلة من الصدمات المتلاحقة وأن شفاء هذا المرض غير ميؤوس منه شرط أن تتوفر للسلطان الراحة التامة لمدة ثلاثة أشهر وأن يبعد عنه كل المؤثرات فزاد هذا التشخيص من حيرة الوزراء لأنه عمليا سوف يترك الإمبراطورية العثمانية بدون سلطان وذلك في أدق مراحلها التاريخية وفي هذه الأثناء التي تواجه فيها الدولة المشاكل الداخلية الخطيرة كانت ولايتا صربيا والجبل الأسود قد انضمتا إلى ثوار بوسنا لمهاجمة تركيا وفي بلغاريا أحدثت دسائس العملاء الروس عصيانا شبيها بعصيان بوسنا فهاجم في شهر آيار المسلحون المسيحيون جيرانهم المسلمين الودعاء فاغتصبوا النساء وأحرقوا القرى وذبحوا أكثر من مئة جندي وشرطي تركي قبل أن يتمكن السكان المسلمون الذين عززوا بعصابات غير نظامية جندت على عجل من الرد على المعتدين ولكن كان ردهم من العنف بحيث أن العالم ارتعد من هول مذابح بلغاريا وهكذا نرى أن دولة كانت تنهكها المشاكل الداخلية والثوارات في الأقاليم والفساد يدب في أواصلها في الوقت الذي كانت تتطلع إلى افتراسها الدول الاستعمارية التي كان يحكمها شخصيات عرفت بتطلعاتها الاستعمارية وأحقادها على الإسلام فقد كان على رأس الحكومة الإنجليزية يوم ذاك السور غلاديستون زعيم حزب الأحرار المعروف بمناصرته للأمم الصغيرة وبعدائه المستحكم للإسلام وفي هذه الأثناء التي كانت تتردى فيها الدولة العثمانية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري داخليا وخارجيا تولى السلطان عبد الحميد الثاني مسؤولياته وفي الثلاثين من تشرين الأول عام الف وثمانمائة وستة وسبعين تريت في الديوان الملكي الفتوى المعلنة أنه وفقا للنصوص الشرعية يعتبر سلطان المصاب باختلال عقلي غير جدير بأن يحكم وبناء على ذلك خلع مراد رسميا لمصلحة شقيقه عبد الحميد الذي خلفه على العرش وأصبح السلطان العثماني الرابع وثلاثين اشتركوا في القناة